أعز وجل يقول مفردتين مستطيرا وقمطريرا مستطيرا يعني شائعا عاما ولهذا تكور الشمس تنكدر النجوم يخصف القمر كل ذلك من ذلك شر ذلك اليوم هوله يصبح شيئا غير مختصر على ناحية دون ناحية ولهذا سماء الله جل وعلا شرا مستطيرا أي ما ينجم عنه وقال عن عباده الخلص وأوليائه الصالحين وهم يطعمون الطعام يضمرون في قلوبهم أن هذا الإحسان الذي يجلبونه للغير لا يريدون من أولئك الغير أن يحسنوا إليهم وإنما يريدون ما عند الله من النعيم والخوف فيما عند الله من العذاب فقال الله عز وجل عنهم إنما ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ولا يوجد يوم عابس في نفسه لكنه سمي بأثره على غيره سمي بأثره على غيره فمن يرى هول ذلك اليوم ولم يكن له عمل صالح ينجو به بعد رحمة الله يصيبه العبوس والقمطرير قال إما تلغاء الشدة أي ليس عبوسا محدودا معينا ينتهي إلى حد ولكنه قمطرير أي أنه عظيم الهولي شديد الحال إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا قال الله بعدها فوقاهم الله شر ذلك اليوم رغم أن شر ذلك اليوم مستطير لكن الله يقول فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولم يكتفى بأنهم وقوا شر ذلك اليوم لأن النجاة وحدها من النار لا تكفيهم يريدون الجنة قال الله ولقاهم نظرة وصرورا السرور فرح في القلب داخل في الجوانح والنظرة شيء على الوجوه ظاهر فجمع الله لهم ما بين النعمة الظاهرة على الوجوه وهي التي عبر عنها بالنظرة والفرح في داخلهم وهو المعبر عنه بالسرور فوقاهم الله شر ذلك اليوم